احنا ربما في صباح الخير يا مصر متعودين ان احنا نفتع مع حضراتكم كل يوم ملف من الملفات اللي حصل فيها انجاز حقيقي و احنا ربما النهاردة مخصصينه في الحديث زي ما تكلمنا في بداية الحلقة مع حضراتكم عن تطوير الكبير اللي حصل فيه منظومة القضاء المصري بعد ثورة 30 يونيو عندنا اشياء كتيرة جدا حصلت على كل المستويات سواء فيما يتعلق من ناحية العدالة الناجزة صحيح فيه عدالة ولكن لابد ان تكون هذه العدالة عدالة ناجزة لابد ان يكون هناك اصلاح تشريعي حصل عندنا اشياء كتير جدا فيما تعلق بالتحول الرقمي داخل منظومة القضاء فيما تعلق بخدمات التوثيق اللي بتسهل على المواطنين الحصول على كافة الخدمات بطريقة امنة وبطريقة مؤسرة ده كمان بجانب تحقيق الاستقلالية الكاملة لقضاة مصر واعتبار الاول من شهر اكتوبر من كل عام هو يوما للقضاء وتمكين المرأة في المجال القضائي منحها اهل دستوري في المساواة بشغل المناصب القضائية تفاصيل كتير قوي نتكلم عنها في الموضوع ده بالتحديد مع ضفنا اللي بنوارنا في استوديو النهاردة دكتور محمد مصطفى السعداوي استاذ القانون الجنائي بجامعة المينيا اهلا بحضرتك يا فندم اهلا وسهلا يا فندم صباح الخير اهلا بحضرتك دكتور وربما اشياء كتير جدا حصلت في منظومة القضاء المصري ربما ابرزها قصة التحول الرقمي كان عندنا ملفات مكدسة في كل المحاكم المصرية وهذه الملفات كانت عرضة للتلف ولكن ربما شفنا افلام تسجيلية وثاقية عن هذه القصة شفنا بقالات كتيرة كتبت عن ما يعرف بالتحول الرقم كلمنا بالتحديد ايه اللي حصل في المحاكم فيما تعلق بهذا الملف القائم على امر القضاء المصري والقيادة السياسية في مصر رأت بعين ساقبة معاناة المصريين من البطء في التقاضي فكان حريا بها ان تجري عدة محاولات جدية لتطوير منظومة التقاضي واخص هذه المحاولات بقى نقل التقاضي المصري الى مرحلة الرقمنة او التقاضي عبر الانترنت او التقاضي الرقمي او ادخال التكنولوجيا الرقمية في التقاضي فبدأت تبرز محاولات جدية اخص هذه المحاولات ان انا دلوقتي في التقاضي بدأت اوفر تقاضي امن يمكن افرازت او عجلت بهذا التطور جائحة كورونا واللي حطتنا قدام فرض جدل اللي هو ضرورة التباعد فبدأنا ننظر الى ان ندخل التقاضي عبر الالكتروني في منظومة التقاضي المصرية فبدأ يبرز في مرحلة واخصها مرحلة تحقيق الدعوة الجنائية زي النهاردة وانا باعرض متهمين مش شرط المتهم يبقى معروض قدام القاضي ممكن اعرضه عبر شاشة التيفي ويكون المتهم موجود في المحبس بتاعه والقاضي موجود ويدور الحوار اللي بيستوسق منه القاضي عن الجريمة ووقوحها واسندها ويحقق دفاع المتهم دون مصول المتهم امام القاضي هذه واحدة الامر الاخر في منظومة التقاضي الالكتروني هو الطفرة العظيمة اللي شهادتها النيابة العامة من خلال برنامج العدالة الرقمية وقد ايه يمكن حضرتك ما تستبسطش صورة الحصول على شهادة البيانات والمخالفات وانت قاعد حضرتك مكانك بتقدم اليه عليها الكتروني وبتحصل عليها بتقدم تظلمك وانت قاعد مكانك بتحصل على افاتك وانت قاعد مكانك يعني بتطور وعايز اقول لحضرتك ان مجال تطوير العدالة الرقمية في مصر او ادخال التكنولوجيا في مجال العدالة في مصر يمكن احنا ما وصلناش فيه للمرحلة اللي احنا نقول احنا خلاص بقى عندنا التقاضي الالكتروني لكن احنا بنقول احنا نسير بخطأ جدية نحو تطوير مرفق العدالة واخص المحاولات او اخر المحاولات القرار السادر من السيد النائب العام المصري بالغاء الجداول الرقمية يعني احنا كان فيه نيابة بتعتمد على حاجة اسمها جدول حضرتك تروح تستعلم او اي مواطن يروح يستعلم يلاقي جدول يطلع عليه دلوقتي بقى كله محفوظ الكترونيا وتستطيع من خلال الفحص والبحث الالكتروني ان انت توصل لمعلم طيب يمكن اتكلمنا بشكل عام عن العدالة النجزة لكن انا عايز اتكلم بقى بشكل خاص عن المحاكم وما تم من تطوير فيها المحاكمات يعني يمكن حالك اتكلمت عن التطوير الرقمي اللي تم شوية انه ممكن القاضي يحاكم الجاني عن طريق شاشة ايه كمان يعني هل فيه النهاردة سرعة في القضايا المقدمة لدى المحاكم عن شو انا محاكم جديدة فبالتالي تقدر تستوعب عدد قضايا اكتر فبالتالي نقدر يكون عندنا احكام اسرع ايه اللي حفنا حضرتك طبعا منظومة المحاكم المصرية تشهد والشاهد بعين الحقيقة بيقول ان النهاردة يمكن حضراتكم ازعتوا من يومين اعادة العمل في مجمع محاكم جنوب سيناء وقعدناه تاني من الاسماعيلية تاني لجنوب سيناء من يومين بالظبط فهناك استقرار ولكن احنا عايزين نفرق بين حاجتين فاندم بين الاسراع في التقاضي والتصرع في التقاضي احنا بنعمل الاولى ولا نقرب للثانية احنا بنعمل عدالة ناجزة ولا نعمل التصرع التصرع ده شيء مرفوض احنا بنعمل الاسراع في التقاضي عايز اقول لحضرتك العبء الذي يحمله قضاة مصر نحو تحقيق هذه العدالة حقيقي تنق به الجبال الرواسي لان كمية المعروض على حضراتهم من قضايا قد يكون كبير بعض الشيء وفي نفس الوقت يتم الانجاز فيه باحكام عدلة عايز اقول لحضرتك في تطوير هذه المنظومة وتحقيق العدالة المشرع المصري الان يسعى لتحديد قانون الاجراءات الجنائية عشان نعمل ايه ان احنا كنا بناخد بمبدأ حاجة اسمها معصومية الحكم الصدر من محكمة الجنيات يعني الحكم الصدر من محكمة الجنيات مفيش طعن عليه الا امام محكمة المعروض احنا دلوقت بنعمل استئناف لأحكام الصدرة من محكمة الجنيات لان المشرع المصري بيفترض ان الحكم الصدر من محكمة الدرجة يقول يقبل الطعن عليه وما بسلم لهش بالحجية بطعن عليه وطرق الطعن دي مقررة في القانون لمصلحة المتهم يعني بنطبق القاعدة اللي بنقول ايه ان مخالفة المرء للقانون لا تجعله بمنع عن حماية القانون ان مخالفة المرء للقانون لا تجعله بمنع عن حماية القانون يعني انت خالفت القانون القانون يا حميك اي ان كانت نوع المخالفة ما انا بطبق هو حضرتك اللي خالف ده مش خالف القانون لما باجي أطبق عليها العقوبة مش بطبقها بالقانون حقيقي يبقى بحميه بالقانون بطبق عليه العقوبة بعد النيابة متحقق بطبق عليه الحقوبة بعد ما نزلوا المحكمة بعد ما وفّله دفاع بعد ما حقق له ضماناته وبعدين لو ثبت إدانته أنا ما بودش سجن لأن أنا غيرت دلوقتي بسميها دار الرعاية المجتمعية مركز إصلاح الإصلاح وما بسميهش سجئين بسميه نزيل فالمنظومة المصرية الذي يرى بعين ساقبة من 2014 بدأت تنظر لما فقامت السيد رئيس الدولة قال إعادة بناء الإنسان المصري فأنا ببص للعقوبة دلوقتي اللي بيزدرها القاضي على أنها وسيلة للإصلاح وليس أداة للانتقام بعمل بها إيه برد المحكومة علي ده للمجتمع تاني ردا جميلة فباخده أعيد تأهيله ولذلك بسميه نزيل بسميه دار رعاية عايز أقول لحضرتك لا يوجد عشان نبدأ القضاء المصري والتشريع المصري وكل العاملين في القانون المصري حقهم محجوز أثر تقييد حرية إلا بناء على حكم صدر نتيجة خروجه واتهامه بقانون سابق على هذه المحادثة طيب اتساقا مع لألاتو بسانت فيما تعلق بتطوير المحكم واتساقا أيضا مع ما ذكرناه من التحول الرقمي إيه اللي حصل؟ يعني إحنا عرفنا أنه حصل نوع من أنواع التحول الرقمي فيما تعلق بمخالفات المروف فيما تعلق بالفيش والتجويد هل دخل هذا الأمر أيضا على سجلات التقاضي؟ هل دخل هذا الأمر على سجلات القضايا السابقة؟ إحنا عندنا يعني المحاكم المصرية تضرب بجذرها في عمق التاريخ من قبل 23 يوليو عندنا سجلات في ضرق قضاء العالي موجودة على الأرفف هل تم دخول هذه القضايا بتفاصيلها على السيستم القضايا؟ أما تنتظر دورها؟ يعني الخطوات التي تمت في هذا الأمر أولا مجال الإدخال التكنولوجي للتقاضي المصري لن يتم في يوم وليلة لأن أنت حضرتك زي ما بتقول لنا تراث ولنا تاريخ هذا التاريخ في توصيقه يحتاج لوقت حسنا يأتي منضبط إيه اللي حصل وإيه اللي ما حصلش؟ يعني بدأ يا فندم يعني عندنا فيما تعلق بمخالفات المرأة بدأ حضرتك فيش والتشبيه أولا بدأ يعمل النيابات المتخصصة أي؟ يعني نيابة المرور ومثيلاتها بقى صحيح هذه النيابات المتخصصة بتقوم على إدارة ملفها عبر الرقمانة يعني إيه حضرتك؟ حضرتك بتبقى متفضل قائد العربية بتاعتك وتعدي من على المحور أو الدائرة قبل ما تنزل يقولك من فضلك صورتك أهيه ومخالفتك أهيه فبتقنع بالمخالفة دي رقمانة للتقاضي وده توسيق للتقاضي تراحة ده أحسن بكثير حضرتك بتعترضي تقولي إيه ده الأهم بقى في مجال الرقمانة إخفاء بيانات اللي أنا شايفه من وجهة نظري إخفاء بيانات المجن عليهم والمبلغين في جرائم العنف ضد المرأة كانت ظاهرة التعرض للأنسة بشافة صورها بقى تحرش هات كعرض اختصاء أي صورة ما بتراش تبلغ ليه نحن مجتمع نخاف من القيلة والقال طب أنا عايزة أمنع القيلة والقال فالمشرع المصري رح نصعدل وحمل أنسة في حالة بلغها ده أنا حضرتك لما باجي بشوف تطوير منظومة التشريع لأن التطوير يا فندم لم يأتي قرين أن أنا التقاضي الإلكتروني فقط أنا عامل منظومة أو الدولة المصرية في ولاية الرئيس السيسي عملت منظومة قوانين تكاد تكون متكاملة وبتعتنق مبدأ حركية وهندسية النص يعني إيه حضرتك يعني أنا عايز السياسة بتاعتي هحمل الأنسة من العنف من 2014 يعني لو حضرتك بنظر ساقيبة تبعت من 2014 ل2022 وشوف المرحلة اللي قبل كده من سنة 1937 ل2014 يعني شوف قارن الفترة دي بالفترة دي أنا من 2014 المشرع المصري أنتج تجريم التحرش اللي ما كناش نعرفه كنا بنبص للتعرض للأنسة في الطريق العام ونقول غرامة 300 جنيه التعرض النهاردة اللي بيتحرش لأنسة قد تصل العقوبة إذا تضاعفت العقوبة إلى خمس سنوات قد تصل العقوبة والتحرش الإلكتروني كمان ده المشرع المصري حضرتك إحنا جينا نصوص التحرش القانون 41 ربادي سنة 2021 إحنا بنعدل النهاردة بعد سنتين عشان ندخل التحرش في نطاق العمل لأن المشرع السرنسي ميز بين التحرش العادي والتحرش في نطاق العمل وحط ده النصوص وده النصوص إحنا عملنا التحرش وعملنا التحرش الإلكتروني واتخذنا من تتابع الرسائل للأنسة ظرف مشدد في هذا المجال المشرع المصري في مجال توفير هذه الحماية جرم بصريح اللفظ جرائم الواقعة على الصحة النفسية للأنسة وخاصة جريمة ختان الإنس وده عاقب بالسجن المشدد من يوقع هذه الجريمة والدكتور اللي يوقع هذه الجريمة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين أنا بعمل دليل بواجه ظاهرة عنف واقعة ضد الأنسة رغم إن حضرتك قبل 2014 لم يقرب المشرع المصري لهذه الطائفة من الجرائم وكانت تعاني بعض الحالات النفسية التي كانت تعرض للأنسة وتنتج أنسة مهزوزة نفسية هذه الظاهرة اللي المشرع المصري تصدى لها بحكمة بلغة مش بيجي في المجال ده يا فندم الموروث الشعبي السيد الرئيسي يمكن تكلم في هذا الموضوع شخصيا اللي هو ميراس الأنسة صحيح نجم نديه صحيح يعني أشياء كتيرة جدا ربما تمت ومن أبرزها أيضا قصة الشهر العقاري كان عندنا طوابير ممتدة المصريين عشان تسجل عربية ولا تنقل ملكية عمارة ولا 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 بتعاني أيوم معاناة النهاردة الدنيا عملت إزاي فيما تعلق بالتحول الرقم الشهر العقاري تحديدا ابتداء من بعد قانون البناء الموحد وسعي الدولة للقضاء على ظاهرة العشوائيات بدأت تقنن الثروة العقارية المصرية هذه التقنية للثروة العقارية كان بيواجهه عقبتين فندم طول الإجراءات وعايزين نقول يعني كان فيه مبالغة شوية في الرسوم الرسوم التسجيل كانت بتخلي الناس دعم دولة المصرية قد سهلت الإجراءات فيما يتعلق بالتسجيل لأن احنا حضرتك كنا بنقول أنا اشتريت من حضرتك شرق باخد توكيل في توكيل في توكيل وحضرتك شريعة من بسانت هاني طرقت شغل عربية في 30 توكيل لازم أن أسجل لحضرتك وسجل من الهانم والهانم شرق كنت بدخل في موال وفي رقم المشرع المصري عدل الكلام ده ده يمكن من فترة بسيطة عدل والسيد وزير العدل أصدر تعليماته إن من بدء تقديم الطلب عشان استلم العقل لا تتجاوز المدة 21 يوم ده خل المشرع المصري في التوصيق يكاد يكون من أسرع التشريعات المقارنة في الوصول إلى التثبيت الرسمي لصفة العقار أنا أنا بسجل العقار فبثبت صفته رسمية أي تشريع تاني بياخد وقت لأن دي حقوق متعلقة خدر حضرتك المشرع المصري وفر الكفاءة وفر الضمان للحقوق وفر واجه أو نقدر نقول بسط الإجراءات من ناحية الوقت ومن ناحية التكلفة فبدأت تظهر في الوقت ده اتجاه المحافظة على السروة العقارية المصري طيب فيه كمان يمكن تشريعات معينة سهمت في تنمية اقتصادية حابين حضرتك تكلمنا عنه أولا التنمية الاقتصادية اللي وجهها المشرع المصري لم تكن على نطاق المستوى الداخلي فقط ولكن كانت على المستوى الخارجي في المستوى الداخلي احنا عملنا قانون الضريبة الموحدة احنا عملنا حضرتك قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الأهم أنشأ السيد الرئيس ولأول مرة يشهد التاريخ المصري هيئة الشراء الموحدة يعني ايه حضرتك هيئة الشراء الموحدة اللي محدش من المصريين يكاد يعلم عنها شيء هيئة الشراء الموحدة دي هيئة مستقلة تعنى بشراء مستلزمات الدولة كلها يعني حضرتك لو مستشفى في المعادي عايزة اجهزة بطرح تجيبها مستشفى مش عارف فين بطرح تجيب لا دلوقتي فيش الكلام ده في هيئة مسختصة بتجيب هذا الكلام عشان يحقق اقتصاد للنفقات ويواجه فساد ويحقق سرعة في تحقيق طلبات المصريين تتابع وزارة العدل البيت هيئة الشراء الموحدة الاهم حضرتك ان احنا في سبيل الاستثمار اعادنا ترسيم حدودنا عشان نحافظ على مكتسباتنا فاعادة ترسيم الحدود حقق نهضة افصحت على الرؤية ساقبة للقيادة السياسية طبقتها ونفزتها بحرافية الهيئات المعاونة القانونية في اعادة ترسيم الحدود اللي اصهر لي ايه يا فندم حقول الغاز اللي اصهر لي الامن القومي البحري المصري اللي اقدر اقول ده بتاعي محدش يجي عنده وحافظ عليه اقدر عايز اقول له حضرتك اه بس ان ربما يكون الموضوع ده بخلاف ما يتعلق بالانجازات في اصلاح المنظومة القضاءة ولكن على اي حال حنتكلم بالتحديد عن انجازات الدولة المصرية من بعد 30 يونيو فيما تعلق بالما تم في اصلاح المنظومة القضاءة بالتفصيل ضفنا ودكتور مصطفى السعداء وسادة القانوني الجنائي في جامعة المنة لكن خلالنا نروح لفصل قصير ونرجعنا كامل في قارتنا خالكم اهلا بحضرتكم مرة تانية ولسا مكملين كلام عن الانجازات اللي حصلت من بعد 30 يونيو بالذات او بالاخص في ملف منظومة القضاء والتطوير اللي حصل فيها مكملين كلام مع ضفنا الدكتور مصطفى السعداوير استاذ القانون الجنائي في جامعة المنية اهلا بحضرتك مرة تانية نور احنا تكلمنا عن التطوير في يعني عدة قطاعات مختلفة لكن حابة تكلم دلوقتي عن يمكن الصحة العامة والطفل ايه اللي حصل فيها يعني القضيتين دول بالتحديد وازاي قدر اقول ان حصل تدخل قضائي او تطوير قضائي فيما يخص الصحة العامة والطفل يمكن احنا حضرتك برزة اشكالية مشتقات الدم في فترة كوفيد ناينتين يمكن السيد الرئيسي الدولة من يومين بالضبط اتكلموا في الموضوع ده كأحد انجازات التشريعية للدولة المصرية وهو اصدار تشريعية تعلق بمشتقات الدم وتنظيم عمليات نقل الدم حضرتك لما احنا نجينا نبص للصحة العامة كورونا انتجت لنا قانون الصحة العامة المصرية 141 لسنة عشرين عشرين اللي قلنا فيه ادينا فيه قلنا يعني راكب السيارة لو معاه مريض كورونا لا اقف وبلغ الضابط لو انت عارف ان فيه مريض كورونا ادخل واب وبدأنا نعمل التطعيمات الاجبارية عزي الله حضرتك في سياق الدولة المصرية يمكن اللي يغيب على الناس ان هذه التطعيمات اللي احنا بناخدها مجانية بتبقى بمقابل وبمقابل كبير في بعض الدول الاخرى واحنا شاهدين على ذلك لما بنسافر بنشوف ان هذه التطعيمات اللي احنا بناخدها ببلاش والدولة المصرية وممثلة في وزارة الصحة بتقوم بمجهود قد يكون خرافة فيها بتقدمها بالمجان من اخص الكلام ده احنا عملنا في 2010 القانون 5 لسنة 2010 اللي هو قانون نقل وزراعة الاعضاء البشرية عدنا يا فندم وشددنا عقوباته عشان نواجه بعض الزوار الإجرامية وانقنن العملية دي والخاصة بنقل وزراعة الاعضاء البشرية ابتداء من 2017 بالقانون 142 لسنة 2017 وجينا في 2020 و2021 طورنا قانون نقل مشتقات الدم و البلازمة اللي حدد مراكز خاصة وطور هذه الصناعة المصرية ليه؟ عشان تبقى السوق المصرية بدل ما هي سوق مستوردة وعمل لأزمة مشتقات الدم اللي كانت عامل لالي مشكلة في مصر هنا بدأت حضرطة مصر تبقى دولة مصدرة لمشتقات الدم كان أصل لذلك التشريع اللي وضع أساس لصناعة مشتقات الدم والبلازمة في مصر فيما يتعلق بالطفل المشرع المصري دائما ما يسعى أو كانت الخطة اللي وضعتها الدولة المصرية متمثلة في القيادة السياسية رعاية الطفل باعتباره أنه المهد الذي يولد منه المستقبل أن دايما كنا بنشوف السيد رئيس الدولة يعني بيحرص على ده وخاصة يا فندم مع زاوي الاحتياجات الخاصة وعايز أقول لحضراتك الدولة المصرية يحكم عملها إنسانية الإنسان إعادة بناء الإنسان المصري من ذلك جعلت للطفل حق سنة ستة شهور وجاري تعديلها لسنة بالنسبة للأم الحضنة بمرتب كامل للأم الحضنة الشخص الذي يعرض طفل للخطر يعقب الحبس مدة من اللي تقل من ستة شهور لثلاث سنين الأخص إذا وقعت الجريمة على طفل لما بقول طفل أقصد زكر أو أنسى بتضاعف العقوبة بيصل حدها الأدنى بتضاعف الحد الأدنى للعقوبة عايز أقول لحضرتك من التطور التشريعي التشريعات المقارنة سواء في الدولة العربية بقى المجورة لنا أو بعض التشريعات اقتدت بالمشرع المصري في إيه إحنا عدلنا السنة اللي فاتت قانون زو الإحتياجات الخاصة وقلنا والتنمر وقلنا والله التنمر لو وقع على شخص عادي ده بيحقن للقانون العادي طب لو وقع على طفل من زو الإحتياجات الخاصة لا لا يضرب المشرع المصري والقضاء المصري لأن القضاء مش يحكم بدون تشريع بيد من حديد على من يأتي هذا الفعل إذا وقع على الفعل قد إيه حضرتك وحضراتك وإحنا كمصريين بنتأذى ويمكن أنتم شفتوا بعض الوقاقة اللي شهدت تنمر على زو الإحتياجات الخاصة صحي المشرع المصري قال إيه بقى إذا وقع التنمر على زو الإحتياجات الخاصة وعقب الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنين من ثلاثة لخمسة ولو وقعت التنمر ده حضرتك على الطفل من أبوه أو مدرسه أو متولي الرقاب أو متولي المتفع بتشدد العقوبة طيب يعني يعني دي منجهزات المشاريع المصري أو مجلس النواب خلينا نتكلم عن وزارة العدل حصل فيها نوع من أنواع تطوير أو التطوير المؤسسي يعني هل استحدثت إدارات في وزارة العدل جديدة هل تم نوع من أنواع الهيكلة الإدارية في وزارة العدل أتاحت سرعة العمل وأتاحت سرعة الإنجاز ربطا بسؤال حضرتك في إدارتين ربما تم تفعيلهم وأنا شاهد على ذلك وتمكنهم بخصوص الملفات المعروضة ليهم واحد مساعد الوزير للوسائل التكنولوجية دا اللي بيقوم على مسألة الرقمنة ثم إدارة التشريع في مكتب اسمه مكتب التشريع أو إدارة التشريع تتبع وزارة العدل بترصد القوانين وتشوف التطور بتاعها إيه وبتجتمع اللاجنة هذه اللاجنة تضم بين جنباتها صفوت المجتمع عايز أقول لحضرتك يمكن السيد رئيس المجلس الأعلى القضاء المصري كان رئيسا لهذه اللاجنة وبتضم عميده كلية بتاعنا عدو في اللاجنة أسد لهم قامات في القانون أعضاء في هذه اللاجنة يقدموا مقترحات زي قانون لأحوال الشخصية اللي بيناقش المجلس القوانين والمرأة بيناقش واللاجنة التشريعية في وزارة العدل بتناقش عشان يعمل وطلع على المجلس والوزراء ومجلس والوزراء يعرضوا عظيم فاللاجنة التشريعية بترى اللي هي بتراقب حركية وهندسة النصوص النهاردة إحنا حضرتك أنا مش باجي أطبق نص على حد وخلاص ولا بقول له تعالى لا ده فيه قانون والمصر الآن يعلم جيدا أن هناك قانون بيسير أمور وما بين المخالفة وما بين الطريق القوين فالحركية دي بيرصدها مين اللاجنة التشريعية بتعمل إيه اللاجنة التحديد أنا إزاي بترصد القوانين ولا بتبلغ بيها الجاتة التشريعية بتعمل مشروع القانون يعني إحنا عندنا قانون الأحوال الشخصية عايز أعدل أنا القانون الأحوال الشخصية بتعمل اجتماعاتها وبتعمل رؤيتها وبتعمل مقترحاتها وبتقدم مقترح للتعديد عايز أعدل قانون المحاكم الإقتصادية بنظر وبشوف وبعدل عشان قانون السلطة القضائية بترى أي قانون عايزة شايفة فيه إشكالية في التطبيق ودولا بقى القضاء المحترفين لهم طلعوا من وكيل نيابة صغيرة لحد ما بلق قمة العمل القضائي فأقصد من ذلك إيه؟ إنه يعلم مناطق القوة ومناطق الضعر فبيقدموا تشريعات منضبطة متوازنة تحقق بقى نهضة الإنسان والمجتمع مع بعضه فبتأتي تشريعات متكاملة زي حضرتك على سبيل المثال كان من إبداعاتهم قانون تقنية المعلومات الرقمية 175 لسنة 2018 قانون تقنية المعلومات الرقمية تمت منقشته في اللجنة التشرحية واتعرض على مجلس النواب ومجلس النواب أصدره قانون تقنية المعلومات الرقمية ده حضرتك اللي بيقول إيه؟ المشرع المصري بيعاقف فيه إيه؟ على من يعرض مبادئ الأسرة المصرية للخطر يعني إيه؟ جرائم السب والقصف عبر الإنترنت مسؤولية مزودي خدمة الإنترنت حفظ البيانات بتاع حضرتك وبتاعتي عبر الإنترنت قانون تقنية المعلومات الرقمية 175 لسنة 2015 وده كان تشريع شوف حضرتك أنا بقول سنة كم يا صندب؟ 2018 يعني إحنا لحد 2018 ما كانش عندنا قانون لتقنية المعلومات الرقمية طيب أنا كمان حاب أتكلم عنينك موضوع مهم جدا عن تمكين المرأة ومنحها حقها الدستوري في المساواة بشغل طبعا المناصب القضائية في القضاء العادي وخلينا أقول مجلس الدولة كمان مما زاد عدد من القضاء النساء بالتالي سرعة التقادي إحنا لغاية أو من قريب قوي كان يقولك ما ينفعش الست تشغل منصب قاضي عشان هي هتحكم بمشاعرها النهاردة الدستور اداها أحقية أن هي تشغل هذه المناصب بعد سنين من المعافرة والمحاولة أن النساء تشغل هذا المنصب في الحقيقة مهم جدا ويعني مفوش مشاعر وفي قانون احنا بنمشي عليه الدستور فكلمني عن تمكين المرأة في هذه القضاءة بالتحديد يعني مهمة جدا مش حابة أن احنا تغافل عنها يمكن حضرتك من أبرز إنجازات الفترة التي تولها السيدة الرئيسة عبد الفتاح السيسي هو المرأة قاضية ممكن كانت هذه الرؤية التي قدمها السيدة الرئيسة الدولة وأوصى بها كانت في البدايات وطبعا المجتمع المصري مجتمع سابت لا يقبل بسهولة الأفكار الجديدة فكان لابد أن يكون فيه قانون لإعادة أو أن المرأة تجلس على منصب القضاء وقلنا أيها الأفكار وقلنا يمكن احنا كنا من بداية الناس اللي في 14 قلنا المرأة قضية بتخفيف العب وقلنا سيدنا عمر بن الخطاب لأنه فيه جانب عارض يا فندم قلنا أن سيدنا عمر بن الخطاب جعل المرأة قضية استجابة للمشرع المصري واستجابة القيادة السياسية وبدأ إلا نشوف الآتي يا فندم المرأة التي قصر عملها على هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بقت وكل نيابة المرأة التي قصر عملها ترقص محكمة الجنايات وهناك قضيات فضليات يرقصوا محاكم الجنايات في مصر ما كان ذلك يتم إلا لأن أنا القانون بيقول عندي يعين في وظيفة القضاء الزكور مش عايز أعدل عايز أعدل فتم التعديل ده فبدأ حضرتك النهاردة خلي بال حضرتك وأنت تزفي للمصريين هذا الخبر السعيد إن النيابة العامة اللي فتح الدفعة دي هتطلب زكور وإنس المجلس الدولة الناس اللي بتقدم النهاردة ومبارك والأسبوع اللي فات في مجلس الدولة بتلاقي حضرتك البنت اللي لابسة اليونفورمو بتاعها الشيك ودخل مجلس الدولة تفخر بأنسيتها كمصرية لها حق في تأديد رسالة العد ولا يحجبوا عنها إصرافا حضرتك المرأة المصرية أصبحت في مجال الإنصاف كالرجل المصري لها تفريقة بينهما في بناء مصر الجديدة والانطلاق بها نحو المستقبل ولذلك ممكنة المرأة قلنا مش جديد ليه لأن أعمدت من أعمدت القانون في مصر سيدات ومش بذكر حد يعني هو على قيد الحياة نحن نترحم عليها جميعا استاذتنا العظيم والدكتورة فوزية عبدالسطار الدكتورة أمال عثمان يعني الدكتورة يعني سعاد الشرقاوي قامت يا حضرات هؤلاء السيدات الفضليات رائدات الفقه المصري صورهم متعلقة في الكوجاس في فرنسا إحنا في مصر ما ينفعش إن إحنا صحيح ما ينفعش صحيح ولذلك السيد رئيس الدولة يعني كانت من الأمور اللي لفتت دكتور مصطفى فيما تعلق بمفهوم العدالة الناجزة نقول عدالة يعني حد يخش يطلب مفهوم العدل من القاضي أو من هيئة القضاء ولكن لابد أن تكون هذه العدالة ناجزة كيف تحقق هذا المفهوم من بعد 2014 حتى الآن أولا فندم زيادة عدد الدوائر تقسيم العمل بين الدوائر القاضي كان بيجيله كم في الرول كم قضي لا هو كان بيجيله 30 دلوقتي بيجيله 60 ولكن زيادة عدد الدوائر يعني إيه فندم يعني راعة وزارة العدل إن الدائرة تشكيل تلاتة تشكيل الدائرة تلات قضاء قاعدين إحنا دلوقتي بنونكم ندخل نلاقي الدائرة خمسة حصل ما نشوف فعلا كده ليه ليه بقى بس هو اللي بيصدروا الحكم كام أي تلاتة ما فيش مخالفة خالص مادة 168 القانون النهائي موارح ما زودنا بقى إيه عشان توزيع العمل يعني أنا ريس في الدائرة معايا خمسة فالقضية دي أنا ريس ومعايا الاتنين دولور القضية دي أنا هحكم أماك ريس ومعايا اتنين تانيين وكده عشان زيادة عدد الايه التقاضي لإن دايرة الجنات النهاردة حضرتك في سبيل الإنجاز برضو ويحسب لمحكمة النقض المصرية إن أصبحت النسبة إحنا كان أنت بتعمل طعن بالنقض إحنا بس عشان نبقى فاهمين إحنا القضي بيبقى معاه اتنين حريك زي ما بتقول تشكل محكمة الجنات من ثلاثة قضاء الاتنين مثلا اللي بيساعدوا القضي بيساعدوا هيئة المحكمة عضو يوم وعضو يشمال بالضبط هيئة المحكمة بتساعدوا بإيه يعني عشان التداول في الحكم التداول اثار الحكم الثلاث قراض اللي بيساعدوا في محكمة الجنات يسمعوا المرافعة بتاع الدفاع ويتداولوا في الحكم والتداول في الحكم اللي هو شروط كمان يعني مش وخلاص يعني قضية على القضين اللي هنا والقضية على القضين اللي هنا خمسة دول آه آه وممكن داري بقى فيها أربعة وممكن داري بقى فيها خمسة وخد بالحضرتك لأن الأحكام بتصدر بأغلبية الأراء اتنين زائد واحد إلا حكم الإعدام لازم أن التلاتة يوافقوا ويكتبوا في الحكم أن الحكم صدر بإجماع الأراء عظيم حضرتك ولكن حضرتك بتسأل في منظومة العدالة الناجزة حضرتك قبل 2014 تحديدا ومحكمة النقد شاهدة كانت طعن بالنقد بيقعد ست سبع سنين عشان يجي دوره النهاردة سنة سنة حضرتك واتقول لي سنة كتير أقول لك حضرتك بيحاول يتم تقصير المدة بس لما أوصل بالأحسائل من ستة اللو سنة أحضرتك روح شوف رول محكمة النقط اللي كان عشين عضية بقى ستين هتقول لي بيقى هيتحكم في الكلام ده إزاي هناك قضاء ولذلك قلت لحضرتك أن الدور اللي بيقوم به قضاءة مصر دور عظيم في السير بمنظومة العدالة الناجزة نحو الأهداف المحقق لها إحنا باللوقت بنتكلم بنقول عايزين عدالة ناجزة في قضي تاني شغال عنده ستين طعن قاعد عايز يفصل فيهم عشان يحقق الكلام اللي أنا وحضرتك بنتكلم فيه ويحقق فوق العدالة الناجزة العدالة ويعمل الإسراع في الإجراءات مش التسارع ولذلك بقى حضرتك عشان أقول لحضرتك السنة دي التشريعي بتاع العدالة الناجزة المشرع المصري في العشرين عشرين إدى المحكمة الجنيات حقها في أنها تستغنى عن سماع شاهد تم سماعه في الأوراق عشان حق العدالة لإيه؟ أسرة عدالة أسرة وبدأ القاضي يحقق العدالة عايز أقول لحضرتك في سبيل العدالة الناجزة قد لا يحضر المتهم أمام محكمة الجنيات ما يحضرش وتقدر المحكمة بالبراءة لأن القاضي يبحث قبل الإنجاز عن العدل والقضايا المصريين أبناء طبيعيين للشرعية الإجرائية فالنهاردة زيادة عدد الدوائر إحنا ممكن نساعد بإيه فانديم السيد القائم على تحريك الدعوة الجنائية نيابة العامة القضايا قليلة الأهمية اللي بيبقى واضح منها إن المحكمة هتدي فيها براءة يصدر قرارهم بقال لا وجهة لإقامة الدعوة الجنائية فيها ودي طائفة نعلمها إحنا كأهل الاختصاص طائفة قد تمثل نسبة 50% من القضايا نا شوكا حركت أقولها تاني نقولها تاني الجزء القضايا اللي محكمة الجنات بتدي فيها براءة وبايل للنيابة العامة إن المحكمة هتدي فيها براءة طب أنا أخفف شوية عن كاهل القضايا والمشرع قدى النيابة العامة سلطة إصدار الأمر بقال لا وجهة لإقامة الدعوة الجنائية يبقى أنا حقق حاجتين بعمل القاضي التحقيق النيابة العامة بتصدر قرارها بخفف الحمل اللي حضرتك بتقصده ده مهم جدا وعشان أوصل للعدالة النجازة أكيد كل شكر ليك دكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي بجامعة المينيا مشكرك على وجودك معنا يا فندم كل شكر ليك تحية الحضرتك شكرا جزيلا لحضرتك وزي ما وعدنا حضرتك أو زي ما بدأنا في صباح الخير مصر عدد من الحلقات اللي بنتكلم فيها في كل حلقة عن أهم الملفات اللي أنجازت فيها دولة 30 يونيو عدد كبير جدا من الخطوات النهاردة ربما تكلمنا عن ملف العدل النجازة تكلمنا عن ملف التقاضي تكلمنا عن ملف السرعة في الإجراءات الإلكترونية بكل الأروقة الخاصة بنيابة العامة ووزارة العدل وتكلمنا أيضا عن ما حدث من خطوات متسريعة في ملف القضاء المصري كده تكون خلصت حلقتنا النهاردة نشوفكم بكرا إن شاء الله في نفس المعاد بنصبح عليكم صباح الخير يا مصر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا